لنذهب إلى مواطن وشواهد أخرى وأنا قلت وهذا كنز العمال هذا الجزء الخامس عشر والسادس عشر هذا كنز العمال نفس الطبعة نفس المواصفات هذا هو الجزء الخامس عشر لنقرأ لما توفي أبو بكر هذا الجزء الخامس عشر من كنز العمال للمتق الهندي صفحة 309 رقم الحديث أو الأثر 42902 عن سعيد بن المسيب قال لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمر فنهاها عن النوح على أبي بكر تبهوا للنص لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح هذا من كنز العمال من هذا المصدر الحديثي الجامع الحديثي المعروف للمخالفين صفحة 309 رقم الحديث 42902 عن سعيد بن المسيب قال لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمر فنهاها عن النوح على أبي بكر فأبين أن ينتهين يعني عائشة وأخواتها وأقاربها فقال لهشام بن الوليد هشام بن الوليد كان بمثابة الجلواز عند عمر يستعين به في أموره فقال لهشام بن الوليد أخرج إلي ابنة أبي قحافة أخرجها من البيت يعني أدخل هذا الدخول عنوى إلى البيوت فقال لهشام بن الوليد أخرج إلي ابنة أبي قحافة من هي عائشة لأن هي عائشة التي أقامت على أبيها النوح ونهاها ومنتهت أخرج إلي ابنة أبي قحافة فعلاها بالدرة ضربات ضربها ضرب عائشة يعني ما سالم من عنده ولا أحد وهذا هو كنز العمال فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك إذا كانت عائشة تضرب فكيف بالبقية النوائح يعني بقية النساء التي كنا ينحنا على أبي بكر فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك تلاحظون القصة كيف عائشة تنوح على أبيها فماذا صنع قال لهشام بن الوليد أخرجها إلي يعني بالقوة كيف يخرجها أخرجها من داخل البيت فلما أخرجها فعلاها بالدرة ضربات فبقيت النساء لما رأينا عائشة تضرب فما قيمتهن بالنسبة إلى عمر ففررن فتفرقن فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك رواية ثانية رقم 42904 ومكتوب عنها وهو صحيح طبعا هذه الرواية التي ذكرتها عن سعيد بن المسيب موجودة في طبقات ابن سعد أيضا بالطبقات الكبرى لأبن سعد لكن أنا ما استطيع أن أأتي بكل المصادر أين أضع المصادر سأضيع بين الكتب لا تتمكن الكاميرات من تصويري هذه الرواية 42904 وهي صحيحة صحيحة السند مكتوب عليها وهو صحيح يعني الحديث صحيح لما مات أبو باكر بكي عليه فقال عمر إن رسول الله قال إن الميت يعذب ببكاء الحي فأبوا إلا أن يبكوا فقال عمر لهشام بن الوليد قم فأخرج النساء قم فأخرج النساء فقالت عائشة لهشام بن الوليد أحرجك مكتوب هنا أخرجك في النسخ الصحيحة والمصادر الأصلية لهذا القبر بحسب علمي أحرجك لأنني قد تتبعت هذه الأخبار فيما مضى من السنين من سنين العمر فهذه الأخبار بحسب ما أحفظها مكتوب هنا في هذه النسخة أخرجك لا معنى لها وإنما أحرجك يعني أحرج عليك شرعا أن تدخل على بيتي دخول عنوة هذه قضية الدخول للعنوة قضية ملازمة لسيرة عمر بن الخطاء فقال عمر لهشام بن الوليد قم فأخرج النساء هذه ربما جلسة ثانية لأن الرواية السابقة قالت أخرج لي قال لهشام أخرج إلي ابنة أبي قحاف يعني أخرج إلي عائشة فعلاها بالدرة ضربات هذا لربما مجلس ثاني لأن بقيت النياحة منعقدة فضرب عائشة وما رعى فائده هذه المرة ماذا صنع المرة الأولى أخرج إلي عائشة يعني هذا هشام بن الوليد دخل عنوة إلى بيت عائشة وأخرجها بالقوة فضربها عمر فقال لهشام بن الوليد أخرج إلي ابنته أبي قحاف فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح هاي حالة ثانية فقال عمر لهشام بن الوليد قم فأخرج النساء أخرج النوائح فقالت عائشة أحرجك أحرجك يعني أحرم عليك أن تدخل إلى بيتي من دون إذني ومن دون رضاي فقال عمر ادخل فقد أذنت لك من هي يدخل إلى البيوت من دون إذن فقالت عائشة أحرجك فقال عمر ادخل فقد أذنت لك فدخل دخل هشام بن الوليد على النساء فقالت عائشة تخاطب هشام أمخرجي أنت يا بني يعني مثل المرة السابقة أخرجتني إلى عمر وعمر ضربني أمخرجي أنت يا بني فقال أما لكي فقد أذنت لكي لأنها ضربت سابقا أخذت حصتها من الضرب فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة يعني صف يعني هشام بن الوليد يخرج النساء واحدة واحدة وعمر يضرب بالصف بالنوبة يعني فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة يا جماعة هذا كنز العمان والحديث صحيح ما هي بأحاديث الشيعة هذه وما هذه بكتب الشيعة أقرأ الرواية مرة ثانية أقرأ الروايتين الرواية السابقة لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمر فنهاها نها عائشة عن النوح على أبي بكر فأبينا أن ينتهين عائشة والنساء معها فقال لهشام ابن الوليد أخرج إلي ابنة أبي قحافة ادخلوا أخرج عائشة بالقوة فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعنا ذلك لما ضربت عائشة تفرق هذا مجلس ثاني فقال عمر لهشام بن الوليد قم فأخرج النساء من بيت عائشة فقالت عائشة أحرجك فقال عمر أدخل فقد أذنت لك حتى لو حرجت عليك أنا أمرك أدخل فدخل فقالت عائشة عائشة سلمت أمرها قالت أمخرجي أنت يا بني مثل المرة السابقة يعني تجرني ويضربني عمار فقال أما لكي فقد أذنت لكي أنا أتركك في البيت أما بقيت النساء بحسب الأمر لأنه أمره قم فأخرج النساء فجعل يخرجهن امرأة امرأة وهو يضربهن بالدرة حتى خرجت أمفروة إلى أن وصل إلى أمفروة يعني أمفروة أيضا ضربته أمفروة ضربت هنا وضربت في موضع آخر أمفروة هذه أخت أبي بكر يعني مرأة كبيرة في السن يعني هذه أخت خليفة المسلمين وفرق بينهن لنذهب إلى تاريخ الطبري نفس الكتاب هذا هو تاريخ الطبري نفس الكتاب وهو الجزء الثاني نذهب إلى صفحة خمسمية وتسعة وثمانية صفحة خمسمية وتسعة وثمانية لما توفي أبو بكر رحمه الله أقامت عليه عائشة النوح فأقبل عمر ابن الخطاب حتى قام ببابها فنهاهن عن البكاء على أبي بكر فأبينا أن ينتهين فقال عمر لهشام بن الوليد ادخل فأخرج إلي ابنة أبي قحافة أخت أبي بكر ابنة أبي قحافة المراد منها هنا هي ابنة أبي قحافة هي أم فروة الرواية السابقة كان الحديث عن عائشة لأن عائشة هي أيضا بنت أبي قحافة أبو قحافة جدها رواية سابقة ذكرت اسم عائشة هذه الرواية تتحدث عن أم فروة وهي الابنة الصلبية لأبي قحافة هذا يبدو هذا مكان ثالث مرة ثالثة هذه الحادثة تتكرر عدة مرات لأن بقيت النسوة يبكين على أبي بكر فقال عمر لهشام ابن الوليد ادخل فأخرج إلي ابنة أبي قحافة أخت أبي بكر فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك من عمر إني أحرج عليك بيتي قالت لهشام أحرج عليك بيتي لا تدخل علي بيتي فقال عمر لهشام ادخل فقد أذنت لك هذه كل مرة تحرج عليه وهو يقتحم البيت هذه اقتحامات لبيت عائشة أكثر من مروة فدخل هشام فأخرج أم فروة أخت أبي بكر إلى عمر أخرجها إلى أين أخرجها إلى الشارع فأخرج أم فروة أخت أبي بكر إلى عمر فعلاها بالدرة فضربها ضربات فتفرق النوح أو النوح حين سمعوا ذلك تلاحظون هجومات دخول على بيت عائشة أكثر من مرة مرة يأتي فيأمر هشام بن الوليد أن يخرج إليه عائشة ويعلوها في الرواية السابقة ومرة يطلب من هشام بن الوليد أن يخرج له النساء واحدة واحدة بالصف وهو يضربهن وأخرى يطلب منه أن يخرج أكبر النساء وهي أم فروة المرع الكبيرة يخرجونها من البيت فيضربها فدخل هشام فأخرج أم فروة أخت أبي بكر إلى عمر فعلاها بالدرة فضربها ضربات هذه أخلاق الخليفة وهذه التصرفات التي كان يتصرفها ولا يقف الحد عند هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر